المشهد نفسه يتكرر مع شيء من اختلاف التفاصيل والأسباب في ظل سيطرته على العاصمة المؤقتة عدن يكرر المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات انتهاكه لمؤسسات الدولة السيادية على مرءا من القوات السعودية المتواجدة في عدن أكثر من مرة يصدو مسلح الانتقال على أموال الحكومة الشرعية ثم يزعمون أنهم فعلوا ذلك لمنع وصولها لمن يصفوهم بالإرهابيين خطاب على ما يبدو ينسجم مع رغبة الداعم لكن هل ينطلي هذا الطرح على المجتمع الدولي الذي يعترف بالشرعية؟ البنك المركزي في بيان أصدره أوضح أن القوة التي اختطفت سبع حاويات كانت مكلفة بمهمة حماية الأموال وتوصيلها من الميناء إلى المقر الرئيس للبنك في عدن إلا أنها نقلتها إلى مقر اللواء الأول مشاه التابع لعيدروس الزبيدي المتواجد منذ أسابيع في الرياض الانتقال من جهته أقر بالحادثة وقال إنه فعل ذلك حماية لمصالح المجتمع ولمنع تداعيات انهيار العملة المحلية وأنه يتحفظ على الأموال المختطفة بهدف تصحيح مسار عمل البنك محللون يرون أن ثم تضوءاً أخضر للانتقال لسيطرة على أهم الموارد المالية التي تعتمد عليها الحكومة الشرعية والمخصصة في الأساس لدفع المرتبات ما جرى في عدن يتزامن أيضاً مع ما تقوم به سلطات ميليشيا الحوثي التي يتهمها المجلس الاقتصادي الأعلى بسحب نحو 45 مليار ريال هي محصلة رسوم واردات الوقود الموجودة في الحساب المؤقت بفرع البنك المركزي في الحديدة موقف الحكومة إزاء ما يقوم به الحوثيون اقتصر على عتاب وجهته الحكومة للمبعوث الدولي أما بالنسبة لسطو الانتقال على الأموال في عدن فلم تقم الحكومة بأكثر من بيان وتغريدة لوزير الخارجية دون أي تحرك على الأرض أهم ما قالته الحكومة أنها تطالب السعودية بموقف واضح مما يجري في عدن وذلك يسوق إلى التساؤل عن حقيقة الموقف السعودي من استنزاف موارد الشرعية وبالتالي عن قدرة الرياض على حماية الاتفاق الذي تزعم أنها ترعاه وتضمن تحقيقه ترجمة نانسي قنقر